قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين القسم الأول في الطهارة وهو يبين لنا أسرار الطهارة فيجمع بين الظاهر والباطن لأن الظاهر يؤدي إلى الباطن والباطن يدل على الظاهر وكلاهما يكمل بعضهما بعضا فلا تناقض بين الظاهر والباطن ولا بين الشريعة والحقيقة بل هما شيء واحد قال في طهارة الخبث والنظر فيما يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة يبقى لابد على المؤمن أن يزيل الخبث سواء كان خبثا حسيا أو كان خبثا معنويا وكلمة إزالة يبقى هناك مزيل وهو المكلف وهناك مزال به وهو الأداء وهناك هذه العملية التي هي الإزالة وهناك أيضا ما أزلنا فلو كان المراد إزالة الخبث فالمزال هو الخبث في عالم الحس النجاس والنجاسة تتمثل في أمور سيشرحها منها البول ومنها الخمر المعدل الشرب ومنها الكلب والخنزير عند جمهور الأمة خلافا للإمام مالك الذي يرى أن كل حي طاهر حتى الكلب وحتى الخنزير إذن فهناك أمور موصوفة بالنجاسة يجب عليك أن تطهر منها بادنك فإن التضمخ بالنجاسات حرام حتى لو كنت قاعد في بيتك ما ينفعش أنك تعمل جسمك بالنجاسات ولذلك لو عملنا كريم من نجاسة زي الخنزير وما ينفعش ندهم بيه جسمنا لو عملنا صابون من دهن الخنزير وما ينفعش نستحمى بيه لأنه ده تضمخ بالنجاسة تضمخ يعني ايه يعني هتوسخ نفسك طب وإيه يعني ما نوسخ نفسي وبعدين أبقى أزيلها بالماء أحط على روحي طبقة صابون خنزيري وبعدين أنزلها بالماء يبقى اضطهر قال لا التضمخ بالنجاسة أصلا حرام من أصل مش ابقاءه ده إنشاءه يبقى إنشاء التضمخ بالنجاسات حرام يبقى بقاءها ايه أشد حرم حرام ونص يعني إنشاءه حرام يبقى ده ايه حرام ونص إنه ده حرام وحرامه أدي المزال فعايزين نعرف المزال ده شكله ايه علشان نعرف النجاسات شكراً لكم شكراً لكم